مرحبا بك سامير شكرا لك على قابل الدعوة شكرا على الدعوة كانت تسمح في البداية نحب نوجه تحية لزميلتي وصديقتي الأستاذ الراضي المصراوي أنا ما كانش عندي أعلم بالوضع الحقيقية الصحية لها نحب نوجه تحية لها وتحية لصديقي حامل همامي والبناتها نادية ووسيمة وصار شكرا لك سامير دير وإن شاء الله يكون نخلط المساج الآن نحب نهزك مباشرة إلى الأجواء العامة والمناخ العام نجم نمشي إلى كل ما يقولها محمد عبو اليوم في الكونفيرنس دي بريس والمناخ الحالي سيدة مرتونس هذا موقفه هو السياسي ونظرته للأشياء أرقام تجي من عند إمراد كونسولتينج تقول أنه توينسا اليوم متشأمين بنسبة 71% وقلقين بنسبة 71% في علاقة بالخيارات الاقتصادية للبلاد هذا ينجم هزنا مباشرة إلى المصادقة على قانون المالية هاو مانيش في النزر بيسر قانون المالية مازالوا 2020 مازال أربع أيام في جلسة عامة للمصادقة عليه هل سيكون البرلمان قادر بمؤسساته وبمناخ سليم قادر على أنه يصوت على ميزانية 2020 أنه قبل المنتصف الليل يوم ثلاثان صدقوا على القانون المالية ما عندي حتى شك كل شيء بعلم ربي ولكن ما عندي حتى شك ولكن في مناخ سليم الحكم لكم للمشاهدين للمواطنين للإعلاميين من بعض للتاريخ ولكن أنا نقول أنه في علاقة بالأرقام اللي ذكرتها والتي تهم تشاؤم التونسيين شيء طبيعي جدا لأنه في الناحية الاقتصادية تونسي يحكم من خلال القفط ومن خلال مقدرته الشرائية ومن خلال أداء السياسيزان هذين الثاني ومن خلال متابعته الميجري في التناول للشأن العام يحكم اللي يشوفه في التلفزيه اللي يشوفه في البرلمان اللي يشوفه في مشاورات تشكيل الحكومة ويبدو لي في الأخير نجم المسؤولية تكون ما هي شيء متماثلة بالنسبة للناس الكل ولكن يبدو لي أنه كلنا مسؤولين ولو بدرجات متفاوتة هو اللي نحب نفهمه معاك سي سامير هو الحاجة هذه معناها خيارات النهضة خيارات النهضة بعد انتخابات 2019 حزبك اليوم بعد ما حركت الشعب والطيار يعلنوا عدم انضمامهم لحكومة الجملي تقولش عليها النهضة اختارت مصار غريب الأطوار كان من المفروض وكان من الأجدر وكان من الأسلم أنه النهضة تقف تقيقة تفهم أنها حزب حامل لمسؤولية أنه 2019 منعرج كبير يسر أنها تحكي مع شركائها الافتراضيين من غير شروط وأنه تفتح أمامها باب حكومة قوية بحزام قوي داخل البرلمان أنها تشارك مع الطيار تشارك مع الشعب تشارك مع الكرامة تشارك مع القوى هذه وتمشي بحكومة قوية بشخصية طلبوا منها أنها تكون مستقلة كان ممكن شيء هذي ما كانش نجمي مسي يسر من حركة النهضة اليوم تلقى روح حركة النهضة من خيارات هزها يمكن يسر القلب تونس اللي هي حزب قالت عليه اللي كلم ما يتقالش وكلم كبير يسر ويمكن يسر الثمن سيكون باغض جداً لحركة النهضة وهذا يلقي بذلاله على البرلمان زيد الخيارات الكل هي خيارات حركة النهضة حركة النهضة ولكن ماشي هي اللاعب الوحيد لأنه هي دستورية وقت جاءت في الترتيب الأول بالنسبة اللي تعرفوها اللي هي نسبة بسيطة أقل من أربوع النواب كان عندها المبادرة أنها باش تقدم شخصية تحاول تشكيل الحكومة ولكن ماشي هي اللي تمسك بكل أوراق اللعب أنا لكل حال ما نشف نحكي لها رأي الشخصي لأنه توفيت الوقت ولكن تذكر جيداً أنه بعد انتخابات مباشرة نسيتك سدعتني ونأتي تقرأي المقاربة اللي أنا سميتها البعض ربما بتسمو شوية المقاربة يعني بالمقلوب نبدأوا بالأخير بالاستحقاقات بالإكرهات بالورشات اللي يجب أنه باشرة ثم إثر ذلك نحدوا البرنامج وفي الأخير بكل ما نحكيش حتى على الكاستينج نقول شنية الأرضية اللي مش توفر كل شروط النجاح في تنفيذ اللي اتفقنا عليه معنا في الأخير نجب ونمشيوا حكومة تدعمها الأحزاب وميكونش فيها حتى شخصي بالنسبة لها ما عنديش هوبسسيون في أنه ربحت الانتخابات إذن يجب أن يكون عندي وزر بان ما مشيناش في هدايا وفي الأخير الأحزاب شنية هي هي على الأقل الأحزاب اللي ترا في روحها نسبة من الديمقراطية يكون فيها أرى مختلفة رأيه وربما رأيه آخر مختلف تماما وبعد يجتمع ويقرر اللي قررناها ما كانش هذا ولكن في الأخير اخترنا شخصية مش من قيادات حركة النهضة وشخصية غير منتمية لحركة نهضة بقاطع نظر لكل ما يقال فيها سير حبيبي جملي كما أعرفه ما هوش يعضو في حركة النهضة كان في حكم ترويكا وحكم ترويكا بين قوسين كان في حسين ديماسي لي مش من حركة نهضة وكان في الناس اللي عندهم مشكلات مع حركة نهضة نحن الوضعية اللي وصلنا لها تاوة شنية؟ الوضعية الحالية كيف نحلوها؟ الأطراف المتداخلة فيها واللي اتخذت قرارات واللي من بينها اللي اعلنوا لقراراتهم منذ ساعات قليلة شورة كيف النتيجة؟ مش كذا حركة نهضة فقط حركة نهضة أطلقت المسار اقترحت شخصية ولكن تنجمش حركة نهضة وحدها وإلا شخصية اللي اقترحتها وحدها تحدثت النتيجة إذا كان نجي ندور على حزاب الكل يقول لي برأ عمل حكومة واحدك مانيش داخل معاك هاني فراج وإلا يشرط عليها شروط تعجزية وغير قابلة للتحقيق مش ما لنا نتهم في التيار وحركة شعب أنه قدموا شروط تعجزية ولكن الصورة النهائية دور كنتيك أعلامي دور المجتمع المدني دور المواطنيين دور المحلي دور الكرونيكور أنه في الأخير يفرزوا شكون اللي عنده مسؤولية وشكون اللي ما عندوش وإلا شنية درجات تحمل مسؤولية؟ رأيي أنا الشخصي قطع نظر المقتضية الدستورية اللي تتحسب بالأشهر بالآن رأيي اقتصاد البلاد والوضع الاجتماعي وحتى لاحقا إفنتويل المون الأمني ما يتحسبش فيه بالأشهر يتحسب فيه بالأسبوع وربما بالأيام وهذاك علاش نرى إذا كان بش نتعداو للجزء الثاني من المحاولة الأولى اللي هو الشهر الثاني نرى أنه هذا يشعل الضوء البرتقالي إذا كان مش الأحمر وفي الأخير ربما ربما نوصل الوضعية حتى كيتشكل حكومة بش توصل الوضعية ما نقولش أن جوفرنابل ولكن كازي أن جوفرنابل هذا يهمني ياسر على الحكومة التي ستتشكل لكن أنا رجعوله نحب أن نقعد في قرارات حركة النهضة على خاطر اليوم وقتل نلقى أمين عام يستقي ويقول المصار الكله غالط يقول المصار اللي صارت به قرارات الحركة نتاعي حاولت نقنع يقول حاولت نقنع الحركة نتاعي ومؤسساتها أنه يجب شخصية من خارج الحركة أنه يلزم أكثر توافق ممكن وأنه يلزم شخصية تكون عندها علاقات خارجية وتكون عندها تجربة اليوم هل حقيقة حركة النهضة أخذت القرار الصائب في تكليف لحبيب الجابلي في كل القرارات يأخذها حزب ولا تأخذها الدولة ولا يأخذها فرد منهجياً ما يمكنش أن نحكم على وضع سابق بوعي لاحق وقتنا نس كله بعد طفل مقابلة وصفر حكام نس كله أحسن مدربين وأحسن محلين لكيف المسؤوليات وقت مسؤوليات القرار لبونكو تشينج اللي يصير في وقته مش لاحقاً بعد تصير العملية ونعرفه شنو اللي صار أنا أيضاً كان عندي رأي ولكن مدفعنيش لأني النظر ما كنتش من عام أنت هو يقول كأهم ما كنتش من عام هو يقول أنه وضعه كأهم كيف ده أمين العام المسؤولية أكبر أو الأقل وقت اللي هو يعطي رأي الأمين العام عندهش درواد فيتورا إلا بات درواد فيتورا وعطاه رأيه تطرح للتصويت عنده حرية أكثر ولكن عنده قدرة أقل كانش إذا كان فيريمان يبدأ مفكر كبير ولا يبدأ سياسي استثنائي عنده كارزما لا يشق لها غبار من الناس اللي عاديين أو شبع عاديين أو في عموم الموجود يكتسب قوته من خلال زملاء ومن خلال القوة اللي اعتهم مؤسسات الحزب ما هو موقف سمير ديلو اليوم من خيارات حزبه على انتداد الأشهر الأخيرة خاصة قبل الانتخابات بشهر من خلال القوائم الانتخابية ومن بعد الانتخابات من خلال تكليف الحبيب الجامل ارتكبنا لكثير من الأخطاء ولكن كما قلت لك هذيك طبيعة العمل الحزبي من جميع يكون موافقة لكل شيء ينجم يكون الخيار الأقصى اللي هو نقول السلام عليكم مشكلة كلابورت ولكن في الأخير باش نبقى في مربع ضيق أنا اخترت أنه نضحي بشوية من حريتي وأحيانا نعبر رأي لأنه كمان ما نيشي علبة معنا مصبرات في حزب رغم اللي نحترم القرار الأغلبي ولكن عندي ملاحظاتي على الخيارات السياسية عندي ملاحظاتي على الحوكمة الداخلية أعتيني ملاحظاتك سي سامير مهم باليوم نحب أن نسمعهم ملاحظاتك أساسا كيفية إدارة شأن الداخلي والديمقراطية الداخلية ما نجموش نصنع ديمقراطية حقيقية في البلاد ولو تتطور بشوية بشوية بدون أحزاب ديمقراطية هل تم التعاصف على الديمقراطية داخل حركتنا هذا في حركة؟ عنا أشكاليات ونرى أنه أشكاليات يزمها تتحل ولكن ما يشي أكسيبسيونال هذه هي طبيعة الأحزاب اللي تعيش الظرف كما الإنسان عنده مراحل في حياته الأحزاب عنده مراحل الحزب اللي عاش فترة طويلة الفترة الأكبر من حياته في طابع احتجاجي في تنظيم سري مش لأنه هو اختار سرية لأنه الوضع الأمني والسياسي ما كان شي يسمح بخلاف ذلك فرضت عليه إذن أيضا تحول من فترة الحزب الاحتجاجي إلى فترة الحزب اللي يحكم واللي ثم مسؤوليات واللي ثم ديزانجو كبار يحتاج لأنه نراجعوا طريقة إدارة المؤسسات وطريقة إدارة الديمقراطية الداخلية بيش تهضم الخلافات أيضا ما تخافش أن الخيارات هذه الحالية بيش تكون خيارات مصيرية وعندها وقع مصيري على مستقبل تونس على خاطرين وقتين نسمع تعرف المصيرية وين نحن وقت اللي كنا قبل الثورة كنا بين ظفرين إذا ناخذوا قرارات معناها دخل في حيط قرارات غالطة بيش تحملوا مسؤوليتها نحن نحن وعائلاتنا وعائلات أنصارنا وكذلك ولكن وقت اللي جات للحرية بعد الثورة إذا تاخذ قرارات غالطة تنجم تجني بها على البلاد وهذاك علش أي هذا هو سؤال بيش تكون قراراتك أقرب ما يمكن إلى أنها متضرش بالبلاد إذا كان مش تنهر بها وتقدمها سواء في الحفاظ على الحريات وإلا في أن نتقدمه في طريقة تنمية المتعثر عندك مخاوف أنه قرارات هذي اليوم تكون عندها وقع خائب على استخدام البلاد ديما المخاوف موجودة وهذاك علش ميش قضية داخلية ديمقراطية داخل النهضة هي قضية تهم البلاد لأنه حزب النهضة والحزب اللي قاعد يجير لول في الانتخابات لو جاء حزب هامي شي يجيب ثلاثة نواب ولا ممثل برلمانيين مش مشكلة قضية تنجموا يهتموا بها الأخصائيين والخبارات والمحلين ولكن ما أنه حزب في صدرها أنا رأيي أنه حركة النهضة خاصة في ظل الوضع الحالي وفي ظل الوضع حهية الداخلي لأنه تعرف أنه نحن عمنا مؤتمر في الربيع القادم عمنا قانون الداخلي يقول أنه يزم ترانزيسيون جينيراسيونيل فما موقع متع رشد الغنوش ديما في تاريخ كل الأحزاب اللي يكون رئيسها هو الرئيس المؤسس الترانزيسيون أصعب من بعد وقت اللي تدخل في الروتين وكذا وبالتالي يزم نخمه في الحل اللي يحفظ مقام رشد الغنوشي أفترشي من أنه يحفظ مقامه هو الرئيس برلمان اليوم ياسي سامير أونتروتر أونتروتر غريبة اللي قاعد يصير عنكم ولكن حركة النهضة ما زماش تلوجها لحلول اللي وضحها الداخلي بمواقع الدولة هو انتخب حاليا رئيس برلمان هذا موقع دستوري ولكن الشأن الداخلي اللي حركة النهضة يجب أن يعالجها الداخليين بشكل أنه ما يصبح عبء على البلاد وإلا يؤدي إلى خيارات حزبية التنجم تؤدي إلى خيارات وطنية غلط شوف أنا اللي بهتني شوية في الحركة متاعكم سامير هو أنه الكلم كل مرة يجي من عن طرف ولازمنا أحنا اللوجه الطرف هذاك هو شنوه وموقع داخل الحزب واختري رفيق بوشليكة يقول قد نتجه حتى إلى تأجيل رفيق عبد السلام يقول مثال شو؟ سي رفيق عبد السلام على رأسي يقول لا مفهمني عليش عملت الملاحظة لأنه عليش؟ لو نقول لك أنا شكون غنى بني وطني شنو تقولي؟ ما مفهمتش علي شنوه لا شكون شكون غنى؟ مش تقولي عليا؟ عليش بتقولي شباية الرحال؟ لأنه فما الاسم اللي تشهر به وثما حتى في دينه وفي القانون أدعو الناس بأحب الأسماء إليهم كلمة بوش لكن بذلالاتها قاعدة تستعمل في سياغ التجاذب السياسي زعم بالنبسك لا نعرف ليت عن حسنية ولكن قلت شو سياق اللي تجي فيه يعني اللي يهمني هو أنه يقول قد نتجه إلى تأجيل المؤتمر وأنه راجد الغنوشي معناها فكرة راجد الغنوشي أنه يبقى على رأس الحركة ينجم يكون حتى ويرد انتم ما كنتوا أول عباد يناديوا بالديمقراطية داخل الأحزاب يناديوا بالتداول على إدارة الأحزاب شنو يصير داخلكم؟ نجواب بالنسبة لي بسيطة الرأي هذي اللي أنا كنت نقول لك فيه رأي مختلف أنا نرى رأيه غالط وهو عبر عليه قبله الأستاذ نوردين البحيري نرى أنه رأيه هذي غالط ولكن ما ثم حتى شيء يخول لي باش نمنع من أنه يقول حركة ناظة تتساع لهذا الرأي ونقيضه ولكن في الأخر عضاء حركة ناظة مناظلية حركة ناظة مؤتمرية حركة ناظة هم اللي بش يقروا أنا اللي بش نحكم عليه موش القرار فين يمشي هو إن دراء تم اتخاذه بطريقة ديمقراطية شكلا ومضمون ولا لا يعني الرأي مقابل الرأي والتحكيم يكون بطريقة نازهة وحرة وشفافة وديمقراطية ترجمة ناظة